أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خليني أقول لحضراتكم بيان النادي الأهلي لاعبه الأهلي يعودون إلى القاهرة ثم يتوجهون إلى أبوظبي غدا استقر النادي الأهلي على عودة لاعبيه الدوليين مع بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة بعد المشاركة في نهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال وأن يمكث اللاعبين بعد الوقت في مطار القاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي مباشرة للانضمام إلى فريق الأهلي الذي يشارك في بطولة العالم للأندي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد أجرى محاولات عديدة في اتجاهات مختلفة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الإمارات لنقل لاعب الأهلي من الكاميرون إلى أبوظبي لكن تبين أن الاتصالات المكثفة ودراسة الموقف كاملا أن صفر الطائرة الخاصة لن يثمر عن توفير وقت أكبر حال عودة اللاعبين من الكاميرون للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي وتأكد أن صفر الطائرة الخاصة يحتاج إلى موافقات تستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات في مطار الكاميرون وفي دوء ما سبق كان قرار عودة اللاعبين للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي